موضوع الورقة التي سوف أستعرضها أمامكم الدرر المنطقة وسلم الارتقاء وهو رحلة كتاب عماني من عمان إلى فلسطين كنموذج من نماذج تاريخ المطبوعات العمانية سوف أختصر قصة طباعة الكتاب في التالي أولاً أصل المخطوطة التي تم الاعتماد عليها في طباعة الكتاب يرجع أصل مخطوطة كتاب الدرر المنطقة والسلم الارتقاء إلى نسخة كتبها مؤلف المخطوطة الشيخ عامر بن سليمان الريامي الأزكوي بخط يده وأتم كتابتها في سنة 1243 هجرية الموافق لعام 1827 ميلادية ثم أهداها إلى أحد إخوانه في بوهلا ثم وجدت تلك المخطوطة بعد مدة من الزمن أو آلت تلك المخطوطة بعد مدة من الزمن إلى مقتنيات الشيخ العلامة أبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي والي وقاضي ولاية بوهلا الذي كانت وفاته في عام 1364 هجرية وبعد وفاة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الريامي عام 1364 وجدت هذه المخطوطة في مكتبة قلعة بوهلا وقد احتفظ بالمخطوطة التي عثر عليها في القلعة الشيخ القاضي علي بن ناصر بن سيف المفرق البهلوي وفي عام 1963 قام بإرسالها إلى والد عامر بن سليمان بن عامر الهميمي الذي كان مقيما في ذلك الزمان في دولة الكويت الشقيقة طالبا منه الاعتناء بطباعة هذه المخطوطة الأصلية التي كتبت كما قلنا بخط المؤلف كما أرسل القاضي علي بن ناصر المفرق مع هذه المخطوطة نصا لقصيدة في رثاء الإيمان محمد بن عبد الله الخليلي كتبها الشاعر محمد بن علي بن سعيد بن علي الشرياني البهلوي كما ذكرنا أنه في عام 1963 قام الهميمي بتسليم المخطوطة للأصل لشخص يدعى أحمد مصطفى وكان لبناني الجنسية وكان مقيما في ذلك الزمان بدولة الكويت بل كانت لديه مكتبة وله علاقات بعدد من المطابع في الدول العربية فتمت طباعة تلك المخطوطة في مطبعة النصر التجارية بنابلس في الضفة الغربية في فلسطين المحتلة كما ذكرت عام 1963 ميلادية وكانت الضفة الغربية في ذلك الزمان تحت حكم المملكة الأردنية الهاشمية في عهد جلالة الملك الحسين بن طلال وتمت طباعة عدد أربعة آلاف نسخة من هذا الكتاب على نفقة الهميمي وكانت طباعة الكتب كما يذكر الهميمي في ذلك الزمان الرخيصة وكان بالإمكان طباعة الكتب دون وجود حقوق نشر أو ملكية فكرية وطبع الكتاب في 132 صفحة ثم أرسلت تلك النسخ المطبوعة جميعها إلى الهميمي الذي كان مقيما في دولة الكويت وأثناء عودته لأرض الوطن عمان اتفق مع إحدى شركات الشحن البحري لشحن نسخ الكتاب فتم شحنها من ميناء الشويخ بدولة الكويت عبر البحر إلى ميناء دبي ثم أنزلت من ميناء دبي وحملت على ظهر سيارة مستأجرة تسمى عند العمانين بيت فورد وهي ماركة من مركات شركة فورد الأمريكية للسيارات قاطعة طريقة لم يكن معبدا في ذلك الزمان وإنما كان ممهدا فقط وكانت تكتنفه بعض الصعوبات والمخاطر إلى أن وصلت نسخ ذلك الكتاب المطبوع إلى ولاية بوهلة وفي عمان لقد تلك الطبع قبولا طيبا بين الناس حتى أن معظم تلك النسخ المطبوعة نفدت بعد فترة وجيزة من طباعتها نظرا لاهتمام الكثير من العمانيين بعلم المواريث والذي كان يمثل أهمية كبيرة في حياتهم الاقتصادية نفدت جميع نسخ الكتاب وبقيت لديه فقط نسخة واحدة من الكتاب المطبوع أهداها في عام 1412 للهجرة للشيخ حمد بن الشيخ سالم بن محمد الرواحي أثناء زيارته لمنزله في بوهلة من القدير أن نذكر أن المخطوطة الأصلية لكتاب الدورر المنتقى ظلت في حوزة تلك المطبعة لعدة السنوات منذ بداية العام 1963 والذي قام بقاعة الكتاب على دفقة عمر بن سليمان الهوميمي كان يرسل الرسالة تلو الأخرى إلى تلك المطبعة طالبا منهم أن يرجعوا له المخطوطة فكانوا يماطلونه في إرجاع المخطوطة ويشاء القدر أن جاءت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فاحتلت الضفة الغربية في عام 1967 مما أدى إلى احتراق مخطوطة كتاب الدورر المنتقى كما أفاد بذلك صاحب المطبعة في مراسلات وجهها إلى من قام بطبعة الكتاب أي عمر بن سليمان الهوميمي ولله الأمر من قبل ومن بعد هذا باختصار قصة طباعة كتاب الدورر المنتقى وسلم الارتقى